كيلي مبابي خلاص في باريس سانجيرمان حتى 2025 كان على شعرة كان على وشك من تيشرت ريال مادريد ايه اللي حصل دنيا نقلبت نهاردة العالم كله يتحدث عن هذه الصفقة مش النهاردة منذ ايام كيلي مبابي خلاص في ريال مادريد الناس اصلا78 بتحط تشكيل ريال مادريد انه كيلي مبابي هيلعب فاق אני مركز تبايلا باستراكة تبايلا بعاليمين تبايلا با الشمال الناس كلها عيشت فكرة إنه كنيا مبي بي مع ريال مدريد وفجأة باريس سان جرمان ينجح في الاحتفاظ بكنيا مبي بي غالبا في صفقة تاريخية ربما إعجازية عشان العالم النهاردة ما بين غاضب وما بين مشيد بإضاءة باريس سان جرمان نجحت في الإبقاء على مبي بي معايا في هذه الفقرة وليل حديد يوم حامل عبدوهاب بالأصدقاء الأعزاء للحديث عن هذا الأمر وأمور أخرى وليل مشرف ومنور نورك يا كريم تزل أخبارك إيه؟ كله فل كله تمام؟ كله تمام هو بمسائل فل مسائل فل عليك ومبسوطنا معيك زي كل مرة والأكتر كمان النهاردة اللي أنا وعليد الحديد الأول مرة قابله شرف كبير لأي شرف كبير لأي إيه اللي حصل يا وليد؟ خلاص الراجل ده حنا ننبس تشيرتاته دلوقتي آه والله والطبع تشيرتات عليها أنا شفتها في السورز يعني بابيو دوله الرقم وكل حاجة طبعا هو كان واضح إيه اللي حصل في الساعات الأخيرة شوف هو طبعا كان واضح من البداية أن هي الدنيا ملعبك واضح أنه الموضوع تقلب تحدي واضح جدا بين الناصر الخليفي بكل ما يملك من هيمنة وبار وسيطرة رياضية وسياسية ومالية وكل حاجة وفلورنتينو بيريز هذا الاسم يعني غاني عن التعريف القصة لها خلفيات من ساعة السوبر ليج وبرضو كان فيه صراع قوي بين الشخصين اللي ما بيكنوش لبعض أي ود زي حتى ما الميديا بتتكلم وحتى في لقاءهم لما على هامش المباراة لجامعة الفرقين في دوري الأبطال كانوا بيقولوا يعني أنه كان جامعهم طبعا وجبة غداء وقالوا غداء الغريمين والاتنين طلعوا وكل واحد تتكلم قال مش معنى أننا كنا مع بعض أننا بنحب بعض فيما معناه يعني الموضوع زادت وترته كيلين مبيبي لا يخفى على أحد أنه عايزي العفرية المدريد لكن واضح أن كم الضغوط اللي مورست عليه وكم الإقراءات اللي اتحطت قدامه على الترابيزة كان صعب أن هي تقاوم خصوصا أن التدخل ما كانش بس على المستوى الرياضي التدخل وصل لما هو أعلى بكثير من أول وده كان كلام معلن مش إحنا اللي بنحلله يعني من أول طبعا أمير قطر مرورا بماكرو حتى الرئيس السابق ساركوزي طبعا وكل الشخصيات السياسية اللي ممكن تتخيلها اللي قدموا لمبابي أولا وعود بأنه هو يكون الرجل الأول والأخير والأهم في باريس مش بس في نادي باريس سان جرمان ده خير طبعا العرض المالي الضخم اللي صعب جدا يترفض وأنا مش عارف إزاي الويفا بقى هيتعامل مع ملف المالي لقصة لمبابي هو العرض المالي كام يعني وفقا للتسريبات اللي تقالت أو الكلام اللي تقال إنه صافي العقد السنوي بتاعه 100 مليون يورو ده غير إن الضرائب هيتفحها باريس سان جرمان اللي هتبقى حوالي كمان 50% يعني هتكلم في 100 مليون يورو كمان يعني وكأنه بـ 200 مليون يورو سنويا زائد مكافئة توقيع ووصلت 300 مليون يورو زائد إنه هياخد 100% من قيمة الإعلانات والإمصان زائد إنه هيبقى عنده الباور يتحكم في صفقاته ويختار صفقات باريس سان جرمان وقاط يتدخل في ملف صفقة المدرب القدم باعتبر إن بوتشيتينو بيقضي أيام الأخيرة نحن نتكلم تقريبا في صفقة في ثلاث سنين ربما تكلف باريس سان جرمان مليار دولار أو مليار يورو نظبوط رقم خزعبلي رقم مش مفهوم أصلا مش منطقي هو مزاد تحط فيه مبابيه ووضح جدا زي ما أنت قلت هو تحدي بين ناصر خليفي وفرونتينو بريز وكله كان بيعلي عشان فكرة بالمناسبة الياه مليار كان بيعلي والياه مليار عرض السنة اللي فاتت رغم إنه عقد مبابيه كان فضله سنة واحدة مع بريس سان جرمان 200 مليون يورو بريس سان جرمان رفض العرض ده وده برضه كان حاجة لا تصدق إنه أنا نبقى معي لعب فضله سنة واحدة في عقده ويجي لي 200 مليون يورو فيه تفضل ده كان هيبقى رقم مخور والده اللي حصل مع ريال مدريد وعدت رحيل كريستيانو رونالدو يعني أعظم العيد في تاريخ ريال مدريد إن كريستيانو رونالدو كان عايز يمشي ودفع فيه 100 مليون وراح لليوفاندوس الصفقة دي هي نتاج لصفقات تانية كانت بتحصل في الكواليس زي ما وليد قاله زي ما أنت قلت يا كريم وبدأت مع إلغاء قانون الفينانشير فير بلي أو عدم العمل بيه بشكل كبير قانون اللي بالنصف موضوع السوبرليج واضح إنه كان ليه تأثير كبير قوي على إصرار إدارة باريس تانجرمان هي تفضل بتفاوض في إمبابي حتى مع رغبته إنه هو يروح ريال مدريد ده دي الصفقة اللي بتقولنا إن السوبرليج كان هو اللي بيحفظ للأندية التاريخية القيمة بتاعتها وبيقربها شوية مع الأندية اللي لسه حديثة في عالم الكرة الأوروبية والبطولات دخلت يعني الموضوع أنا من وجهة نظري كاني يعني عشان أنا مش من مشجعين ريال مدري كنت متوقع جدا من مبارح لما والدة إمبابي طلعت وقالت إن العرضين تقريبا شبه بعض ده كان تمهيد لقرار إمبابي إن الموضوع مش موضوع فلوس يعني الناس المتابعين وكل جمهور الكرة العالمية هيصدق إن إمبابي اختار باريس تانجرمان لسبب تاني برا الفلوس فيه جزء برضو إحنا مكلمش عنه هو فكرة العلامات التجارية زي ما إحنا عارفين من باريس تانجرمان والنريال مدريد اللي اتنين بيلبسوا ماركت ملابس رياطية مختلفة وده كان صراع قوة بالنسبة للعلامتين التجاريين موضوع الإيمج رايتز كان موضوع مؤثر جدا في اختيار إمبابي لباريس تانجرمان عن اختياره ريال مدريد لأن اللي كان معروف إن ريال مدريد كان بيكلم في 50% من الإيمج رايتز بتاعت كليان إمبابي وده 100% لباريس تانجرمان موضوع الإيمج رايتز بالنسبة برضو لريال مدريد الموضوع كبير وفيه أرقام كبيرة قوي لأن ريال مدريد هو أكبر نادي بيحصل على أموال من العلامة التجارية اللي بتوفاره بالملابس الرياضية بتاعته في تاريخ الكور يعني ده أكبر عقد فبالتالي موضوع الإيمج رايتز كان هيفرق مع ريال مدريد جدا لو جينا بقى شوفنا يعني بالانس فلوس قدام قوة فنية لريال مدريد ريال مدريد كسبان مليون في المية ريال مدريد يقدر يعوض صفقة مبابي في كذا مركز موجود هو بس ريال مدريد ما عملش حساب الموضوع ده في صفقة هالند اللي منشستي استيدي يقدر ان هو يحسنها طيب نهار ده قوة ريال مدريد النحط تانية تدفع رابطة الدوري الأسباني إنها تطلع بيان ضد هذه الصفقة كلمني عن البيان ده وكلمني عن تأثير البيان ده في الأيام القادرة بص برضو لا يخفى على أحد إن كان فيه فجوة بين الاتحاد الأسباني وربطة الدوري الأسباني وريال مدريد وفلورنتين وبياريس بسبب قصة السوبرليج شحي الموضوع دلوقتي هو عام زي السياسة كل يوم في جديد وكل يوم في تحولات وكأن محاولة من جانب ربطة الدوري وربطة الاتحاد الأسباني لاحتواء ريال مدريد علشان يدخل في الصفوم من جديد أنا المسير بالنسبة لي بقى دلوقتي هو النتائج اللي هتترطب على اللي حصل النهار ده لأن ممكن أنت زي لو تفتكر صفقة نيمار مثلا مع باريس سان جرمان حصل بعدها انقلابات في الجورة ما كناش متخيلينها بسرعة في وقته الليل أنت قدام موقف أنت هزم فيه القوى الأعظم في أكورة القدم هو ريال مدريد واضح جدا أنه يعني انهزم في الديبيت أو في الصراع مع ناصر الخليفي هذا الشخص أو هذا النادي باريس سان جرمان فأنت قدام تحول هيكون دراماتيكي في أسعار اللاعبين في الفترة اللي جاية توحش من جانب ريال مدريد تحديدا أعتقد في المركات واللي لازم هيعود أمبابي بصفقة من العارة السقيل وهنا بقى يبدأ يدخل في ذهنك أسماء لعيبة ممكن يكون من ضمنهم محمد صلاح اللي كان بعيد أساسا عن أفكار ريال مدريد بعتبره خلاص عنده مبابي وعنده بنزيمة وعنده فينيسي جونيور عن ناحة تانية فمش محتاج يدفع في محمد صلاح فممكن ده يكون صراع مختلف ما بين بارشلونة وريال مدريد صح الاتحاد الأوروبي هيكون عليه ضغوطات كبيرة من جانب ريال مدريد اللي انتو بتكلمونا في الحقوق ومش الحقوق واوة طب انتو دلوقتي عندكم مشاكل عشان النهاردة الرابطة كمان رابطة دولة أسباني البيانات بتقول انه النادي ده خسر بتشاول على النادي بريس سان جيميل والنادي ده خسر 700 مليون يورو في السنوات الأخيرة يعني فين قواعد اللعب النظيف أشارت تحديدا ليه ناصر الخليفي وانتقادته وهجمته انه بيبوز الماركت أو السوق هو ده الجيمة اللي جاي ان انتو حطيت الاتحاد الأوروبي ده اللي كان قريدي عند ناصر الخليفي باور لانه سندهم في قصة السوبر لي فكان عنده حزوة وعنده باور بالنسبة ليه تشفرين فخده الاتحاد الأوروبي بقى في موقف صعب اللي هو ابنه المدلى لناصر الخليفي بقى بيعمل حاجات متعارضة مع ما يقال طبعا أندر تيبل كل مش حاجة اسمها اللعب مالي نظيف ولا الكلام ده ده الاتحاد الأوروبي نفسه بمناسبة عبدالوهاب لما كان بيتكلم عن قصة السوبر ليج وهو معامل السوبر ليج بعد سنتين في الدورة أبطال أوروبا فيه حاجة اسمها السوبر ليج لما يعمل دور الملموات بس دي أفكارهم للسوبر ليج فالموضوع هيبقى فيه تحولات كتير وما تستغربش أن المقاعد هتتغير يعني هيبقى فيه جبهات مختلفة تماما عالجبهات السابقة ما تتعجبش لو لقيت زي ما قلتلك بريز مع الاتحاد الأوروبي ممكن جدا يكون فيه بينهم تضامن وتوافق الفترة جدد حتى نصل الخليفة أنا هروح لكم للماتشاطة النهاردة فاصل بتا برميل ليج عشان ديه في منتهى لهمية بس مش قادر لقفل الملف ده عارف يا جبه لما بني نعمل هنا صفقة غالية شوية نيجي نقول مسلا لعيب بيجي بأرقام غريب نقول لها كماعة ليه السوق ما يحتملش وإحنا عندنا أزمة وأزمة اقتصادية ليه تدفعوا الأرقام دي كلها بالدولار ونقعد نتكلم في هذا الأمر بتتكلم حاليا بدون طبعا نتخوف تفاصيل ما احنا ممكن ما نبقى على ضراية بها كاملة بس احنا قدام أزمة اقتصادية عالمية فأكيد فأنت بتتكلم في لاعب هياخد تقريبا مليار يورو في ثلاث سنين أصلا ما فيش نادية في العالم يقدر يدفع الأرقام دي من بعد أزمة كورونا وبعد الحروب وبعد مشاكل اللي حصل يقول لها في أزمة اقتصادية عالمية ما هو الأرقام دي فعلا بتدمر الماركت بتاع الكورا والغريب بقى كريم إن مع كل الأرقام اللي اتدفعت سواء بقى في صفقة مبابي أو كمان من الاستثمارات اللي حصلت قبل كده سواء في الدوري الإنجليزي أو في الدوريات اللي برا دوري الإنجليزي إن دا ما بيشتريش تاريخ يعني أنا من الناس اللي مقتنع إن باريس سانجرما ومنشستر سيتي صعب جدا إن هما ياخدوا تشامبينز ليك طول ما هما شغالين بالموديل دا بموديل إن أنا بجيب أحسن لعيبة في كل المراكز إن أنا بروح بحاول أشتري تاريخ دا مش هيحصل الموضوع كمان في الدوري الفرنسي يعني برا بقى يعني السياسة العالمية والكلام دا كله حتى كمان الدوري الفرنسي حقوق البس وحقوق الرعاية اللي موجودة في الدوري الفرنسي ضعيفة جدا 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 فكل الأهداف وده اللي احنا متوفقين عادينا كل الأهداف هي مش أهداف رياضية مش عشان أخد تشامبينز ليك أو إلا أنا أسيطر أوروبيا على قد ما الموضوع فيه سياسات وفيه صراعات قوة شفناها وبنشوفها لسه في الدوريات وكرة العالمية